هناك دول داعمة الإرهاب، هناك دول بطرع الإرهاب، هناك دول بتنفقها الإرهاب، هناك دول بتمول الإرهاب، هناك دول بتمثل ملاذات إعلامية الإرهاب وتتسلل عبر القنوات الشرعية للأسف وتؤثر هنا في فرنسا كما أثرت في مصر. كيف يمكن مواجهة هذه الدول خاصة قطر وتركيا؟ يجب أن نشير هذه الدول التي تدعم أعداءنا صراحة فقطر تخلق مشكلة كبيرة وتساؤلات كثيرة. فهل يجب أن نقبل أي شيء من قطر؟ سيتعين علينا التفكير في هذا النوع من التساؤلات عاجلا أو آجلا وهذا ما يحدث اليوم بالفعل. قد نحتاج إلى حوار واضح ومباشر معهم وبالطبع أنا لا أتحدث باسم رئيس الجمهورية بل سأتزم بدوري لكن رأيي أنه لا يمكن أن نقبل بكل ما تفعل قطر وفي وقت ما سيتعين علينا أن نتشاور معها فقطر تحتاج إلينا لكننا لا نحتاج للأموال التي تمول الإخوان المسلمين والإرهاب. هذه مسألة مهمة. ونعم المساعي الدبلوماسي تتطلب مجهودات من كل الجانبين لكن ليس بأي سمن ليس تحت أي ظرف. فبالنسبة لي العلاقات مع الدول الأجنبية لا تتم بأي سمن يجب أن نوضح رؤيتنا في المقام الأول وأن نفردها على الغير. وأنا لا أتحدث باسم رئيس الجمهورية لكن أرى أنه ينبغي علينا أن نندد ببعض الأمور وأن نرفضها فالعالم وأجمع وفرنسا على وجه الخصوص تعاني بالفعل من الإرهاب الذي يقود حريتنا في حياتنا اليومية ولذلك يجب أن نشير بأصابع الاتهام إلى عدونا عدو العالم عدو الحرية ففرنسا إحدى الدول الأكثر حرية على الإطلاق فنحن نتمتع بحرية الاعتقاد وحرية الأديان ففرنسا بلد يحظى بقدر كبير من الحرية والكثير من الناس يتمنون أن يعيشوا هذه الديمقراطية لكن عندما تصبح هذه الديمقراطية مهددة يجب علينا أن نحميها.